مع الأخ رئيس مجلس الأم الموقّر الأخوات والأخوة أعضاء مجلس الأم المحترمين يسرني وانطلاقاً من أحكام المادة 98 من دستور دولة الكويت التي تنص على أن تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمّر وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج أن أستأذن مجلسكم الموقّر في تقديم معالي وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار رئيس لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة عرض مرئي لبرنامج عمل الحكومة عشرين، اثنين وعشرين، عشرين، ستة وعشرين وإذ نؤكد وإذ تؤكد الحكومة على استعدادها وتعاونها مع مجلسكم الموقّر من خلال برنامج عملها الذي تضمّن لأول مرة محاور ومشاريع محدّدة التكاليف المالية والمواعيد الزمنية فإن الحكومة تأمل أن يحقق هذا البرنامج تطلّعات المواطنين والمواطنات وأن يلتمس احتياجاتهم ودفع عجلة التنمية بما يحقق مستقبلاً واعداً ومزدهراً للبلاد في ظل الغيادة الحكيمة لحضر الصاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفِظهم الله ورعاهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً أخو الرئيس